انت واحد من اللعيبة برضو اللي راح من هنا الهنة انا قلتلك رأي وبعدين النادي الاهلي خلي بالك برضو ما بيختارش اي لعيب خاصة اللعيبة اللي بتبقى في النادي الزمالك او في الاندية المنافسة بلاش في النادي الزمالك لو لعيب في النادي التحياد يعني شوفنا لعيبة كتير جدا منافسين اصطنا منافس بتاعي مش مش شرط ان هو هيبقى في مجز تاني المنافس اللي هو موجود معي في الدوري اكيد فانا شايف على المستوى الفني لو انا مدرب طبعا وانا مغمد طبعا حراحة طبعا وانا مغمد طبعا لعيب كبير لعيب كويس جدا ملتزئة يعني عايز اقول ان لعيب صغير لعيب دولي ملتزم جوا الملعب بشكل كبير جدا فاي مدرب يتمنى ان هو يبقى نوعية امام مش عايزين نقول امام يعني نوعية زي امام يبقى متواجدة جوا الفريق خاصة بعد رحيل حمد فتحي فهو طبعا امام في المكان ده وخاصة ان امام برضو ممكن يعيب جناح في شمال او جناح يمين او في نص الملعب لعيب برضو عام شخصية وليعب بكرايت مع متخمص وليعب بكرايت مع ضد مين ضد ساد يومانية اه بالضبط مهم جدا ان انا قبل ما كن لعيب كويس كنادي اهلي في زمالك ودي بصراحة انا بقولها من خلال من خلالك يا جماعة لما النادي الاهلي او نادي الزمالك لانديالي بتشارك في افريقيا لانديالي تشارك في الفوز بالبطولات انا اللعيب الكويس مش هو دوت معياري يعني المعيار بتاعي مش هو ده لعيب كويس مش لعيب الموسم او لعيب نص الموسم او لعيب الخمس ماتشاط او الاربع ماتشاط اللعيب الكويس عندي اللي هو عنده حاجتيين مهمين جدا اللي هم الشخصية والقرار جوه الملعب وبرى الملعب يعني انت امام قلنا عليه كل المواصفات دي صح وفي معايير كتير جدا فنية لو تكلمنا عليها لأ امام نمرة واحد فيها بس فيه انت داخل المؤسسة وداخل النظام هتعرف تخش في الصف هتعرف تحافظ على السياسة المؤسسة دي او او النادي خاصات النادي الاهلي من قم ديال صعبة جدا يعني انا عبت في النادي الاهلي وكان معانا مجموعة كبيرة لأ فيه نظام فيه فيه مفيش حد مفيش زجزاج يعني مفيش كلام ده مفيش الزهر هتخش النظام هتخش السيستم اهلا بك هتخش هتلاقي نفسك في الملعب حاجة تانية وشوفنا اعرب مثال مروانة عطية مروانة عطية ممكن ما يكونش افضل لعب موجود في نص ملعب بس تحس ان هو اوما دخل التشكيل تحس ان هو بقاله عشرة سنين بلعب في الفريق مش في الترس ومش في الترس بره الملعب وبالنسبة لي انا مهم جدا بره الملعب اهم لان بره الملعب وحياة الشخصية هو اللي بيساعدك على تقديم بشكل كويس جدا زي طبعا اقول لك حاجة يعني النظام يعني زي ما قلتلك التسلسل او السلسلة اللي موجودة في استقرار اداري في استقرار مادي في استقرار في الجهاز الفني حيساوي نجاح لكن مفيش الحاجات التلاتة اللي احنا قلنا عدية دي هيحصل مشاكل كتير وهتبقى جوال مشاكل فرق لو انت مدير فني للنادي الاهلي توظف امام فن في الملعب انت بتكلم ان هو جوكر بيجيت في اكتر ولي يقدر الاهلي يستفد منه في امام فن في الملعب يعني هو الراجل كولر بيلعب اربعة ثلاثة ثلاثة دايما فهو اكيد هيبقى تمانية تمانية؟. شمال او يمين لكن انا بحب ممكن يبقى في ناحية الشمال افضل في ناحية الشمال ناحية الشمال تمانية ناحية الشمال وممكن يلعب جناح لما كان بيلعب في المحلة برضو مع المنتخب وليعب في الحرس جناح وكان نشغال كويس جدا يمكن مصر بشيكو لما مشي ساسي وظفه في المكان دوت ولكن أجد فيه بشكل كويس مهانا أنا بقولك علي يا أمير بص مهم جدا أمير لما يجي حد يقولي أنا هدفع في أمير 100 مليون جنيه أنا ما ببصش للفلوس خالص خالص ما بحطاش معيار أنا ماشي أنا موافقة طب هل اللعيب ده بيلعب فين؟ بيلعب نص ملعب بيلعب 6 بيلعب 8 ممكن بيلعب جناح ممكن زي ما أنت قلت بيلعب بكرايت هل هو فيه لعيب كده؟ لا أتفع فيه طب اللعيب ده بيلعب في نص ملعب بيشوت بيمينه بيشوت بشماله بيلعب برأسه جاب كم جون كالعيب نص ملعب ما ما تجيبش لعيب نص ملعب ما بيشوتش بيبصي بس بيبصي بس وبيلعب لورة يعني شوفنا لعيبة كبيرة جدا كبيرة جدا صح حاصر ولعيبة صياطة كتير جدا كل إمكانياتها أن هي بتلعب لورة وبتلعب على الجنب فأي حد ممكن يعمل المهمة دي لكن هل هو مسلا بيلعب بين خطوط بشكل كويس هل هو بيشوت بيمينه هل هو بيجيب جوان هل هو بيقطع كويس لا حلال عليك كل الحاجات موجودة في إمام إمام موجود في كل الحاجات دي إمام بيدافع بشكل كويس جدا بيهاجم بشكل كويس جدا بيشتغل بين الخطوط بشكل أمامي كويس جدا بيشتع الجون ده مميز جدا بيجيب جمب دماغه برضو كويس جدا فلعب متكامل انا المعايير اه لا ادفع فيه فلوس اشتريه زايد ان انا قلتلك عليها ايه؟ القرار والشخصية عند اللعب اللي بلعب في نادي كبير لكن ما ينفعش اروح انا لعيب لعب في نادي كويس ثلاث اربعة متشارات او لعب ضدي مطش كويس اروح اشتريه لا ما ينفعش